السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكالتمنى تكونوا بخير والاخير وصحة جيدة انطلاق الرحلات البحرية يوم 13 و 14 ابريل 2022 هذا هو الخبر اللي سنبرتاجي معكم في الفيديو هذا البارح بارتاجيت معكم البلاغ ديال انطلاق الرحلات البحرية وفتح الحدود البحرية بين المغرب وايسبانيا وإلغاء جواز ديال تلقيح والصفار لغير الملاقعين بواسطة الPCR فقط كاللي مفهمش الفيديو او ربما كان عندو شي غموض البلاغ ليحد الساعة كيتكلم غير على الرحلات البحرية مني كان قول الرحلات البحرية ماشينا لادرة القرار ماشينا لادرة البلاغ يعني الرحلات الجوية سي من الجاية ولا ربما هما كيقولوا ما زل ما توصلوش بشي بلاغ لي كيتكلم على ان احتر رحلات الجوية كيتطبق عليهم هالشي ولكن هالشي ماشي بعيد غدا ولا بعد غدا غيل انسان شوية خاص يكون اه اه من قبل كانوا كانوا شروط اه تعجيزية كانوا شروط تعجيزية كل شي ما حملهمش الناس كانت كالطالب غير تخفيف الناس كانت كالطالب بتخفيف هاد الشروط دبا مني تخففت هاد الشروط هادو مازال انتقاد ولكن ماشي مشكلة لانا تقريبا ان الاسبوع الجاي اه يقدري تلغى كل شي يقول لك ساف يدخلوا خرج المغرب عادي ما كلا بي سي ار لهم يحزانون لجواز اللقاح ولكن حاليا هاد البروتوكول الصحي المؤقت هاد البروتوكول سانيتار تمبرير مؤقت يعني مراه غدي جي واحد اه بروتوكول سانيتار ليه اشان نقول لك اه نهائي اللي غدي يلغي كل شي اللي غدي يقول لك مثلا ابتداء من التاريخ هذا تم اه اه يلغاء جميع شروط دخول الى المغرب اه يمكن لك الدخول عادي كالطالبية ديالك وكالطالبية ديالك وكالطالبية الشروط اللي كان يدبه بحريا المجال البحري نهار تلتاش ابريل واربعتاش ابريل غدي تنطلق اول رحلة بحرية من اه اسبانيا الى المغرب نهار اربعتاش كينا رحلة بحرية من بارشالونا للناظور ونهار تلتاش كينا رحلة من بارشالونا للطانجا وبوحد تمان رمزي حاليا كينغي واحدة تمان رمزي دارين تسعة وعشرين اورو بدون سيارة بوحدك ما شايبت تموبيل ديالك يعني تسعة وعشرين اورو بوحدك بدون سيارة حاليا يمكن دارين هاد الاتمينة رمزية باش يشجعوا الناس لان الناس حاليا الوخة قالوا هادش يمزل الناس ما طيقتش هاد الخبر ديال بالله انا انا ما ملقحش ندخل المغرب ها ما يمكنش كينلي مازال عندو الغموض حاليا اي واحد بغي يسافر المغرب منيك نقول جواز اللقاح جواز اللقاح صالح يعني مثلا انا دير واحد اللقاح ومازال دك الجواز ديال اللقاح مازال موضة ديال الموضة ديال الاكسپيراسن ديال جواز اللقاح في اسبانيا تسع شهر الناس لك يقول لوربعشر لاخمس سور لك حياتهم هاديك الموام انا كان قولك تسع شهر كانت مازال جواز اللقاح ديالك صالح كتدخل غير المغرب عادي غادي تدخل عادي ما تدير للحراء من قبل كان ضروري اي واحد غيدخل المغرب غيدير pcr اي واحد غيدخل المغرب غيدير pcr من قبل دابلا عندك جواز اللقاح مازال صالح. عاد تمشي للمغرب. عادي. الات اكسبيرا انتهت المدة الصلاحية دياله انتهت ديك المدة ديال تسعى شهور. لكن مفروض عليك تقوله الى سالات لك المدة ديال تسعى شهور يمكن لك تدير الجرعة التالية. ده ما بقيتش مجبار انك تدير الباكونا ثالثة. غد تقول لي انت تدخل في ديك الخانة ديال الناس الغير الملقاحين. يعني غددير البي سي ار. يعني بصفة عامة اي واحد بغى يمشي يدخل للمغرب. غايدير البي سي ار. كنتي ملقاح ولا ما ملقاحش كون كي ما بغيتشي. باش تفادى جامع المشاكيل. غد تمشي تدير البي سي ار وغادي تزيد. والبي سي ار اتما عارفينو في اسبانيا شحال كيدير. تمانين اورو مية اورو مية وعشرين اورو. هنايا في بيلباو كيدير تمانين اورو في واحد آآ واحد السبيطار هنا يا. تمانين اورو. وكاين مناطق مدون ديال الاسبانيا اخرى كينا مية مية وعشرين تسعين خمسة وسبعين المهمة انا مشيت مع السي ار وكاين الاصدقاء ديالي مشاو ديرو بي سي ار تمانين ديال الاورو. البنادي ما خاز يكون شوية انتليخينتي وانتليجون. كون شي غا يمشي دير البي سي ار. هرا الميزان يا را الاورو هيدخل في بي سي ار. الميزة ارى عادي انا نفتح لكم الحدود. خازي نشوف اه شنو غا ندخل. خازك الانسان يقرأ ما بين السطور. المهم اه عن برطان نخلي لكم واحد الفيديو هنا يا ديال القناة ميديا. اه جايين اهضرت على الخبار ديال فتح الحدود. اه البحرية ورجوع الرحلات اللي سيتنا اياه بين المغرب. واسبانيا والشروط الجديدة. ده بح حاليا اي واحد بغي يمشي يسافر المغرب عن طريق اه البحر. كان هضر على بحريا بحريا. غادي تليشارجي واحد الفورميلار او لا غادي يلقاها في الباطن. ثم غاي عمرها بستيلو. غاي عمرها بستيلو. عنده جوز تلقيح. يقولي ما هو جوز تلقيح ديالي. صالح ما هو كيدوز. الى ما بغاش يتفادى ذاك صالح ما صالحش. يمشي كدير بي سي ار دياله عادي مياد ديال الاورو لتسعين لو تمانين. تونا عارفن نفس اسبانياش حادير بي سي ار. بي سي ار تنين وسبعين ساعة. وباش تكونوا على فكرة. بي سي ار cit нين وسبعين ساعة. ماشي بي سي ار ديال ستة وتلاتين ساعات ولا عشرين ساعات ولا ديالشهار ولا. بي سي ار ديالتين وسبعين ساعة. اد Detective. اه المهم اه الراحلات غادي تنطلق نهار تلتاش وربعتاش. غري ما نعاود لكم بالنهار تلتاش كان اول رحلة من البارشلونة ونهار 14 كنا رحلة كذلك من برشلونا الناظور ومستقبلا غدي تتحو جميع الموانئ الإسبانية الخزيرات الميريا برشلونا أنا حاليا ما كنا عرفش نوم الموانئ اللي كنا هنا اللي أنا بعمري ما صافرت أنا في الموانئ البحرية المهم كيقو جميع النوقات البحرية غدي تستعملوا بالنسبة للموانئ دي المغرب را كنا الناظور كنا نحو سيما كنا طانجا يعني دوك النوقات العادية المعروفين تقليدية المهم كلتمنى لكم صفار صفار سعيد وتوصلوا بالصحة والسلامة القناة كن بارتاجي فيها المعلومات صحيحة ما عاديش نبارتاجي شي حاجة اللي نكتب اللي كان عارف الناس اللي كيكونوا مشتاقل لهاائلة ديالهم مثل ثلث سنين أو أربع سنين وما شابوش عائلة ديالهم ما خاصكش تسافت لهم واحد تبارتاجي معهم واحد الخبار لكاذب يعني كتقلب يعني انت اتقلب يعني مثلا مشاهدات انا دير جام شاهد ما تشاهدش ما عنديش مشكلة المهمة انا نبارتاجي معاك المعلومات ونبينا عليه السلام عواشت لكم بروكة ورمضان كريم سعيد والله يدخلوا لكم الصحة والعافية وصحوركم بروك والله يجعل ايامكم دي مساعدة ونخليكم مع الفيديو ديال يكي تتكلم لان ما زال الناس عندهم شوية ديالغوم منضب الحق الانسان انه يكون عنده واحد الغموض ولكن في ايطار شوية المعقول ما يبقاش اه ما غديش نكذب عليك انا نقول لك سير سافر المغرب بويت سافر المغرب اخويا سير سافر ما بويتش تسافر بقى هنا يا بويتيت جي من المغرب اللي هنا يا جي كتبقى انت حر اه حياتك الشخصية ديك انا عندي قناة دياليوتيوب كنبارتاجي فيها المعلومات اللي كي يامر بالمستقية ديال القناة راه كي يشاهد ولما كي يشاهد راه كي كي تي وكيمشي للقناة اخرى وكيتفرج في المحتوى اللي يبغاه مثلا كينا لالفاطيما كينا مناعيما كينا بزاف الحويش كيتفرجوا فيهم كينا اعانكم الله ونخليكم مع الفيديو احنا بكم كشفت وزارة الصحة في مراسلة وجهتها الى مديرية الملاحة التجارية ووزارة النقل واللوجيستيك عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بالنسبة للمسافرين على متن سفن بعد استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا واعلنت الوزارة انه بالنسبة للأشخاص الذين سيغادرون التراب الوطني على متن البواخر فيجب عليهم التوفر على جواز التلقائي تلقيح ساري المفعول ومن اجل ولوج تراب الوطنية يجب علي المسافر تقديم البطاقة الصحية للركاب يتم تنزيلها من الموقع الرسمي لوزارة الصحة وجواز التلقيح او نتيجة اختبار بس اير سلبي لا يتجاوز 72 ساعة اهلا بكم بتدشينهما مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية اعتمد المغرب وإسبانيا خارطة طريق دائما وطموحة نقاط عد على هذه الخارطة اشار اليها البيان المشرك الذي اعتمد في اعقاب مباحثات جلالة الملك محمد نسادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز من بين هذه النقاط الاعلان عن فتح الخطوط البحرية بين البلدين امام المسافرين والنبأ استقبله مهني وكالات الاصفار وقطاع الصرف العمولات بتفاؤل كبير روبرتاج صديق بنزينة فارد غيتو النقطة الرابعة في خارطة الطريق لمستقبل العلاقات المغربية الاسبانية تعلن عن انه سيتم اعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين حالا وبشكل متدرج الى حين فتح مجموع الرحلات البحرية هذا الاعلان استقبله مهني قطاع الصرف العمولات بارتياح كبير هذا الخبر ضح الأمل عند شركات الصرف التي ستنتعش من فتح الحدود البحرية ومن عمليات مرحبة المرتقبة خلال الأشهر القادمة إن شاء الله إن شاء الله ستكون فرصة حقيقية لكي انتعش القطاع السياحة وكذلك المهنيين لشركة الصرفة وفي نفس إطار إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة لعودة المغارب المقيمين بالخارج عبر خطوط الربط البحري بين المغرب وإسبانيا وهو القرار الذي سينعكس إجابا على قطاع وكالة الأصفار الذي يعيش وضعا مأزوما هذه عامين نحن مشدودين عن الجائحة كوفيد والحمد لله تقريبا مسائل تتحل شوية شوية طلبها من ناحية الملاحة تتحلنا في أقرب وقت مقيم إعادات الربط البحري للمسافرين والإطلاق المرتقب للاستعدادات لعملية مرحبة قرارات ترسم معالم مستقبل العلاقات القوية الجديدة بين المغرب وإسبانيا وانعكاساتها الإيجابية والشاملة على مختلف قطاعات التعاون ترجمة نانسي قنقر